السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ان هذا ان شاء الله هنعمل كباب الحلة باللحمة حلوة جدا 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 طبعا هعملنا قبل كده في القناة بالفراخ ان هذا باللحمة فحاجة كده يسيد يسيد على الجمال ان شاء الله تستهل بقكم شايفين حتة اللحمة بتاعتي دايبة زبدة كده معروز بقى مع العيش مش محتاج اي حاجة ان شاء الله يا جماعة بقى الفهنة ان شاء الله الفيديو سهل بسيط هيجبكم نصلي على رسول اللي عليه افضل الله صلاة والسلام رايك بقوا انت بالتبعيني ويلا بينا نشوف عملنا العظمة ازاي اول حاجة جماعة انا هشتغل بكيلو من اللحمة تمام كيلو من اللحمة نص كيلو من اللحمة كيلو اللي ربع الكمية دي بتاعتك انت انا مقطعها بالشكل ده مكعبات صغيرة بالشكل ده تمام عندي بقى كبمية حلوة كده من البصل عندي طماطم عندي فلفل اخضر واحمر عندي فصل من التوم عندي عندي طوابل نعمة وعندي طوابل صحيحة الطوابل اللي نعمة عبرها ايه انا بقى مع الاشغرية من الكامون القصبرة فلفل اسفر بابريكا وطبعا الملح بتاعي وعندي القرفة جماعة تمام عندي البهرات بقى اللي صحيحة اتنين وراء لوراء حتة قرفة خشب صغيرة اتنين فصل مستكا زعتار روز ميري معلقة كبيرة من السكر سمنة او زيت عشان ايه نشوح به اللحمة بتاعتك اول حاجة نيجي على النار بسطنية بتاعتي فيها 3-4 معلقة كبيرة من الزيت وطبعا اهم حاجة في اللحمة اللحمة اللي هنعملها كباب الحلة يبقى فيها نسبة دهنة محترمة كده زي ما احنا شايفين كده كل ما يبقى فيها نسبة دهنة كل ما بتديك طعمة عالية جدا وحلو جدا النار طبعا عالية معي وهبدأ اشوح في اللحمة بتاعتي هديها تشويحة حلوة جدا هديها تشويحة حلوة جدا ننزل بقى بروزميريا جماعة رزميريا كده وزعتها نفرقهم كده بقدينا وفي معلقة سكر هنا تدي كرمالة واللون حلو جدا وحطة صغيرة من قرفة الخشب وفصل مستيكا وحبهان وهنقلب الكلام ده كله شايفين بقى الكرمالة بتاع السكر واللون الحلو ده من شاء الله يا جماعة حلو جدا ننزل بقى بالتوابل الصحيحة بتاعتنا من عدل ملح الكمون البابركة ننزل بقى كمية حلوة كده من البصل يعني كيلو اللحمة جماعة حوالي كيلو الربع من البصل او نص كيلو من البصل عندي طب 80 كبيرة مقاطعهم مكابل بالشكل ده وفصلين توم وحبيتين فلفل اهضر كده وأحمر انا مقاطعهم بالشكل ده وهنقلب بقى الصينية الجبرة بتاعتنا دي شايفين بس الالوات حاجة جدا تفتح النفس والله من شاء الله كل ده يا جماعة لنار عالية ابدأ بقى هد النار في المرحلة دي شايفين كبات مية مغلية كمان كبات مية مغلية كده كباتين مقلبنا الخضر بتاعنا والملح طبعا زي ما هو هنضيفه اخر حاجة مش دلوقتي هنغطي بقى وهنسيب اللحمة تعيش مع نفسها طبعا كل شوية هتخطبها اللحمة شايفين بقى السويل اللي ندلت معي دي من الخضر طبعا عايز اقلكم الروحة يا سيد يا سيد عالجمال بجد ما شاء الله اللحمة طبعا بتاعتي بدأت تستويه فهضف لها الملح عشان ايه تاخد وتد كده ويبقى طعمها ملوش حال عايز اقلكم اللحمة خدت معي حوالي ساعة ساعة لربة طبعا على حسب قطعية اللحمة بتاعتك دي بقى بعد ما خلصت معانا شايفين الجمال يا سيدي يا سيدي بجد اللونها وطعمها وراحتها حاجة كده من الاخر تستهل بقى ان شاء الله هتعجبكم رز الابيض بقى رز بالشهرية هتكليها بالعيش وطحينة حاجة كده بجد مش محتاجة حاجة جنبها بألف هان ان شاء الله هتعجبكم اتمنى لو فيديو نهذا عجبكم لايك واشتراك في القناة استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته